السلام عليكم ورحمة الله معنا مراجعة لجهاز X-Box Series S وده من أجهزة الجيل الجديد اللي نزلت في 2021 هنفتح مع بعض العلبة ونشوف مكونات العلبة ونتعرف على الجهاز ومداخل الجهاز وتصميم الجهاز والاختيار بين أجهزة X-Box وأجهزة PlayStation ده بيرجع لزوء المستخدم ونوع الألعاب اللي بيفضلها فمثلا لو أنت من محبي شخصية سبيدر مان فعلى طول بتتجه لأجهزة البلايستيشن وأجهزة البلايستيشن عموما لها عدد كبير من محبيها في الوطن العربي وفي الشرق الأوسط وحول العالم أنا بفضل شخصيا أجهزة X-Box من مايكروسوفت وهنتعرف من خلال المراجعة إيه الأسباب اللي بترجح أجهزة X-Box وخاصة X-Box Series S النسخة اللي موجودة معانا عن أي أجهزة تانية هنتعرف على المميزات هنتعرف على مواصفات الجهاز وكمان هنتكلم عن بعض العيوب اللي موجودة عندنا أنا محمد علي ما تنساش الاشتراك في القناة وما تنساش الإعجاب بالفيديو ولو عندك أي سؤال اكتبوا لي في التعليقات وإن شاء الله هنبت X-Box Series S أفضل أجهزة الجيل الجديد اللي ظهرت في 2021 وهنعرف السجب وهنعرف المزايا اللي موجودة معانا أول حاجة هنبدأ نفتح الكارتونة وده X-Box اللي موجودة معانا أول حاجة الجهاز ده الجهاز معانا X-Box ده هنا عندي كابل الHDMI وده بيجي من نوعية كويسة وبيجي 2.0 كابل الHD بعد كده هنا عندي الكاتالوج ودليل الاستخدام بعد كده هنبدأ نبص على الكنترولر اللي بيجي مع الجهاز X-Box Series S وده كنترولر اللي بيجي معه X-Box Series S طبعا الخامات واضح انها خامات ممتازة خامات جيدة وده احنا بنقول من اهم مميزات X-Box ان الكنترولر اللي بيجي معاه تصميمه جيد وبيعتبر اكثر مرونة من كنترولر بلاي ستيشن انا بفضل كنترولر X-Box عن كنترولر بلاي ستيشن لان بيجي معه اريحية في الاستخدام ومايكروسوفت كانت تعملت استفتاء هل المستخدمين بفضلوا البطاريات البيلت ان ولا بطاريات قابلة للتغير واغلب المستخدمين فضلوا البطاريات القابلة للتغير لان طبعا البطاريات البلت ان مثل موجودة في كنترولر بلاي ستيشن لما بيحصل فيها مشكلة طبعا من الصعب انك انت تغيرها وكده بتظهر انك تشتري واحد جديد انما البطاريات اللي موجودة معنا والقابلة للإزالة دي سهل ان انا نغيرها واستبدلها بعد كده هنبدأ نطلع الجهاز نفسه نشوف الجهاز والمداخل اللي موجودة والمواثفات اللي موجودة معنا من خلال المرافع نبدأ نفتح طبعا الـ Xbox Series S بيمتاز بحجمه حجمه مناسب جدا يعتبر ازرار كونسول موجودة في الاسواق من الجيل الجديد طبعا حجمه صغير جدا لو كرناه بالـ Xbox Series X الاكبر او كرناه بجهازة البلايستيشن 5 ده الجهاز اللي معنا هنبدأ نطلع كده ده الجهاز معنا طبعا الجهاز اللي يجي باللون الابيض نيجي نتعرف على المداخل ده الجهاز من قدام علامة مايكروسوفت والـ Xbox المميزة هنا فيه عندي منفز USB موجود قدام بعد كده هنيجي هنا في الضهر أو الخلف ونشوف المداخل ده مكان كابل الكهرباء وبعد كده هنا عندي منفز وحدة التخزين الخارجية لو انا حابب اضيف وحدة التخزين للجهاز ودي المدعومة من مايكروسوفت بعد كده هنا عندي منفز الـ HDMI وهنا عندي منفزين USB لو حابب ان انا اوصل هارد ديسك خارجي وهنا عندي مدخل اللان يجي نبص على كابل الكهرباء طبعا خامات كلها خامات ممتازة شركة مايكروسوفت معروفة بمنتجاتها قدرت مايكروسوفت انها تحقق المعادلة الصعبة افضل قيمة مقابل السعر سعر قليل وفي نفس الوقت خامات ممتازة ده الجهاز اللي معانا الـ Xbox Series S من إنتاج شركة مايكروسوفت هنبدأ نتكلم بقى على مواصفات الجهاز وانا لو هشتري الـ Xbox Series S ولا الاخ الأكبر من نفس الجيل الـ Xbox Series X ولا اشتري بلاي ستيشن انا بفضل طبعا الـ Xbox ده لأسباب كثيرة اولا بفضل الـ Xbox Series S لان سعر الـ Xbox Series S اللي موجود معانا بحوالي 450 دولار اقل سعر ممكن تلقيل الجهاز من أجهزة الجيل الجديد فده سعر بصراحة لو جينا نقارنه بالـ Xbox X الأخ الأكبر هلائي ان ان الـ Xbox X تمنه يوصل لحوالي تقريبا بضعفة من الـ Xbox Series S هنا لو جينا نقارنه بالـ PlayStation 5 هلاقي البلاي ستيشن 5 التمن وصل لأكتر من 1000 دولار فده اول ميزة معانا انا النهاردة بحصل على مميزات كتير بسعره الثاني ميزة عندي في الـ X-Box Series S إن الجهاز تقريبا بيجي بنفس الألعاب اللي موجودة عندي في الأخ الأكبر X-Box Series X فهنا نفس مكتبة الألعاب اللي موجودة عندي هي اللي موجودة في X-Box Series X بدون اختلاف فانت هنا الدعم موجود عندك نفس الألعاب اللي بتنزل في المتجر هي اللي بتنزل في X-Box Series X فما فيش افضلية بالنسبة للاخ الأكبر السيريس اكس نتكلم بعد كده على الميزة اللي بعد كده في الجهاز اللي معانا ان الجهاز اللي معايا بينزل بخدمة الجيم باس اللي معروفة في شركة مايكروسوفت ودي اللي من خلالها بيتحلك عدد كبير من الألعاب المجانية والألعاب الحصرية ألعاب مشهورة ألعاب حصرية هتلاقيها في خدمة الجيم باس اللي من خلالها هتقدر تحمل عدد كبير من الألعاب وده مقابل اشتراك شهري بيبقى بيختلف حسب الدول فعندي بيبقى الاشتراك تقريبا في حدود عشر دولار في بعض الدول وبيوصل لتلاتة دولار في دول تانية زي تركيا ودي طبعا بتبقى خدمة ممتازة لو أنا حسبت تلاتة دولار حوالي خمسين جنيه مصري بحصل على عدد كبير من الألعاب الحصرية والألعاب المشهورة فدي ميزة لا تقارم بأي جهاز تاني من الأجهزة البلاي ستيشن أو الأجهزة التانية كمان في اشتراك تاني بيطرح لك خدمة اللعب أونلاين وبيفتح لك مكتبة الاي اي اللي بتوسع لك دايرة الألعاب وعدد الألعاب اللي موجودة داخل المكتبة وده من خلال اشتراك الجيم باس ألتميت من أهم المميزات اللي بتفرق أجهزة الاكسو بوكس عن أجهزة البلاي ستيشن هي خدمة الجيم باس اللي موجودة عندي في الأجهز اللي نكلم عن مواصفات الجهاز اللي موجودة الجهاز اللي معايا الاكسو بوكس اس لا يدعم تشغيل الاستوانات لأن الجهاز هو جهاز ديجيتال رقمي بيعتمد على تحميل الألعاب أونلاين فالجهاز اللي معايا زي ما شوفنا احنا في المداخل اللي موجودة والمنافذ الجهاز اللي يدعم تشغيل الاستوانات الجهاز بينزل بجزاكرة داخلية 512 جيجا الـ 512 جيجا متاح منها حوالي 364 جيجا للألعاب وباقي المساحة الخاصة بالنظام نظام التشغيل فهنا المتاح عندك 364 جيجا وانا شايف ان المساحة دي مش قليلة استفصل وقت هي مش مساحة كبيرة فكتير من المستخدمين بيحمل عدد من الألعاب انا اقدر احمل اكتر من حوالي 20 لعبة وهلاقي ان المساحة المستغلة لا تزيد عن 50% بالنسبة للأكس بوكس رز اس انا هنا بمسك اللعبة باخلص اللعبة وببدأ ان انا احذف اللعبة علشان افضل مساحة تانية انما اللي بيحب المساحات الكبيرة وانه بيحمل عدد كبير من الألعاب فطبعا الحل سهل انك انت بتقدر تضيف ذاكرة خارجية من خلال منافذ اليو سي بي او بتشتري الذاكرة الخاصة بميكروسوفت واللي شفنا المكان المخصص لها لكن بيكون سعرها غير لكن انا لو اشتريت هارد ديسك وانتيرا ووسلت باليو سي بي فكده انا كبرت المساحة اللي موجودة عندي المعالج اللي موجودة عندي ده معالج ثمان النواة ونفس المعالج اللي بيبقى موجود في الاكس بوكس سيريز اكس الاكبر ولكن طبعا الاكس بوكس سيريز اكس بيكون اسرع حاجة بسيطة او حاجة مش ملحوظة لكن تقريبا هو المعالج واحد هيخد اداء من الجهاز الاكس بوكس سيريز اكس اداء فوق المنتج نجي نتكلم عن المعالجة الرسوميات فهنا اللي موجودة عندي أربعة تيرة تيفلوبس المعالجات الاكس بوكس سيريز اكس الاكبر بتينزل اتناشر تيرة تيفلوبس طبعاً اللي موجودة في الـ X-Book Series X ستكون أكبر من اللي موجودة معنا هنا في Series S لكن لا تشوف على الواقع الفرق الواسع ده في الوقت الحالي لازم تحط الجهازين قدام بعض Series S و Series X علشان تقدر تميز الفرق بينهم في معالجة إرسوميات أداء بنقول الجهاز اللي معانا Series S أداء ممتاز نتكلم معنا عن الرامات الجهاز اللي معانا بينزل بعشرة جيجا رام الـ X-Book Series X ينزل بـ 16 جيجا نوصل لجودة الصورة اللي موجودة معايا فـ X-Book Series S ينزل بجودة 1440B ويعمل أبسكيل للـ 4K لكن الـ X-Book Series X يدعم الـ 4K فده الفرق بينهم لكن الميزة المهمة هنا وبتخلي كتير من المستخدمين والجيمرز بيفضلوا الـ X-Book Series S هي 120 فرام في الثانية واللي جرب الألعاب 120 إطار في الثانية طبعا بيفهم قد إيه المتعة في الأداء الألعاب بالنسبة لثلاسة الألعاب ونعومة اللعب أداء ممتاز بصراحة بيعوط أي حاجة تاني سواء جودة الـ 4K وخاصة إن معظم شاشاتنا لا تدعم الـ 4K مع 120 إطار في الثانية نتكلم عن نظام التشغيل اللي موجود معايا في أجهزة الـ X-Box Series S أو Series X نظام التشغيل نظام حديث ومتطور زي ما تعودنا من شركة مايكروسوفت فهنا عندي في مميزات كتير فعندي مثلا في النظام التشغيل في حاجة اسمها Suspend My Game وفكرتها باختصار أنك تقدر تقفل كل الألعاب اللي شغالة في الخلفية علشان تقدر تصرع التحميل لو أنت بتحمل لعبة من الألعاب من خلال الإنترنت فتقدر تدخل وتقفل جميع الألعاب اللي شغالة عندك في الخلفية واللي بتسبب بطء في التحميل فده طبعا خاصية رائعة وكانتش موجودة في الأجيال السابقة ومن الجديد إن بقى عندي فيه خاصية الـ FBS Post واللي من خلالها بيقدر الجهاز نفسه إنه يشغل اللعبة بعدد إطارات أعلى فاللعبة اللي بتشتغل بتلاتين إطار هتبقى تشتغل بستين إطار وهكذا وده بدون تدخل من المطور ولكن من خلال الجهاز نفسه وهي طبعا منيزة ممتازة لما يكون عندي لعبة تلاتين إطار في الثانية الجهاز يقدر رفعها لستين إطار في الثانية فدي تجربة أداء رائعة ومن المميزة عندي كمان في أجهزة الإكسو بوكس الجيل الجديد إن فيه خاصية الـ Auto HDR وده خاصية بتسمح لكل الألعاب إنها تدعم الـ HDR تلقائي بدون تدخل من المطور ولكن من خلال الجهاز وبالتالي بتقدر تحسن الألوان والمظهر البصر للألعاب لو بتفكر تشتري كنسول فده أفضل حاجة متاحة لك في الأسواب لأكثر من ميزة السعر المواصفات الأداء 120 إطار في الثانية مميزات كتير مش ممكن تلاقيها في جهاز تاني بنفس السعر فده أفضل قيمة مقابل سعر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته